كل فوجئ حتى من ضمنهم يعني اليوم حتى داخل ايران وداخل السعودية ايضا احد حلفة ايران الاساسيين اللي هو حزب الله بلبنان وامينه العام سيد نصر الله فوجئ وكان عم يتحدث قبل ايام قليلة انه اللي بده ينطر تفاق او اتفاق بالمنطقة بده ينطر طويلا كيف شفت هذا يعني انا بتقدنه شخصية ما كانوا بيجو الحوار لا انا ما كان بده يعلن عن الحوار ما بيقدر يعلن بس انا لا انا بعرف انه كان يدرك ذلك يعني هو من السيد حسن نصر الله من الشخصيات القليلة الذي كان يعرف ذلك ولكن لا يستطيع لا يستطيع ان يكشف التفاصيل ما بيقدر يعلن عنه لانه رسميا لم يكن هذا الامر مطروحا للنقاش او كان الان سر اليوم حتى يعني هو محصور ضمن الدائرة ضيقة بايران حتى حلفاء بالمنطقة انت بتعرف يعني حزب الله وسيد حسن بالتحديد يعني هو من الشخصيات الاقليمية اللي هي لها علاقة كان باللبنان وبسوريا وبالعراق وباليمن يعني لا يمكن لمثل هذا الاتفاق ان يكون بعيدا عن الاخبار به لسيد حسن كيف ينعكس اليوم على حلفاء ايران بالمنطقة شفنا عم نحكي كنا عن اليمن اليمن اولا بدون شخص تمام على لبنان لانه المهدد الامني الاساسي علاقة اليوم ايران بحلفاء كمان قال سيد نصر الله انه اذا انتم مراهنين اليوم اي اتفاق انه ينعكس نحن على ثقة بعلاقتنا بايران وانه هي اليوم ما بتتعاطى معنا بهذه الطريقة وتتخلى عن حلفاء يعني على المستوى الرئاسي لا قبله رأسي رأسي لك هلعا عنه بس التبريد اليوم هذا الاشتباك هل ينعكس على كل الساحات اليوم بالمنطقة يعني بالتحديد بلبنان اليمن ولبنان اكيد بالعراق له زرفه الخاص لانه بالعراق في نوع من المساكن السلبية بين الامريكان والايراني فلذلك انه مش بس الايرانيين والسعوديين موجودين السعوديين يعني فيه يعني حضورا اضعف بالعراق الورقة الاساسية او الطاولة الاساسية بيقعد عليها الايراني والامريكي بسوريا فيه اكثر من لاعب الروسي لا تستطيع يعني قدر ان تتجهله طبا ما زل حكي عن موضوع السوري فانا برأيي انا برأيي انه الشيء الاساسي الذي يمكن او العاملان الاوليان الذين يعني يمكن ان يحظى ب يعني بمفاعيل سريعة هو اليمن وثم لبنان ما زل نحكيه تعالى يعني بسوريا وبالعراق في خلط اوراق اقليمية ودولية متعددة نعم نبدأ سألك عن سوريا هل هذا الانفراج اليوم بعجل اليوم اذا بدك الخطوات بين سوريا والعلاقة بين سوريا والسعودية اليوم هل هذه الانفراجة بين سعودية وايران بتمهد الطريق الى امام البلدين السوريين يقولون الان بانه السعوديين سحبت من المدان السوري منذ سنوات وبالتالي الامير محمد بن سلمان لم يكن له ضلع في الازم السوري وهذا برأي ان هو بحد ذاته يعني يفتح يفتح الابواب لعلاقات واسعة بين المملكة وبين سوريا هذه واحدة اثنان ايضا اظن يعني منذ الان الى ايار هو موعد القمة العربي سعوديون سوف يعملون على دعوة سوريا يفترض اخر هذا الشهر اجلت هو يفترض بازار ولكن الامر العام لجميع الدول العربية جاء الى بلود تعرف اول من امس وقال بانه هذه القمة سوف تعقد في ايار واظن بانه يعني خلال هذه الفترة بحسب ما يقول السعوديون ايضا بانه وزير الخارجي السعودي سوف يأتي الى دماشق بس واضح تماما بانه الموقف السعودي اصبح لينة كثيرة من الازمة السورية وبالتالي انفراج العلاقات بين الطرفين قاب قوسين او ادنى ولذلك التحر وتعرف انت انه بفترة من فترات الروس كانوا يتحركون قبل قمة الجزائر كان عم بحاول الروس الامريكي فرما لهذه الاندفاع الروسية وبالتالي في العديد ايضا من العوامل لم تكن متبلورة بعد بس الان بتصور انه ما في اي مشاكل الان بعد بين الرياض وبين دمشق لذلك المعلومات خليني يقول انه مش المؤكدة بالمية بس انه يعني فينا نرجع ترجيحات بانه سوف تدعى سوريا الى قمة الرياضة المقبري بعد فعنا دولتين معارضتين لغاية الان لهن قطر والمغرب بتصور انه العلاقات السعودية المغربية ممكن تسهل ايضا الموقف حتى شفنا لغة مقابلة رئيس سوري بشار الاسد اليوم واسبوتنك خلال زيارته الى موسكو كمان تحدث بلغة دافئة تجاهها السعودية نعم وقال هو انه يعني قال بانه السعوديين قالوا له بانه يعني التدخل السعودي او الدور السعودي في سوريا انه هو قال منذ سنوات لم يعد هذا الدور وانسحبت من الاحداث وبالتالي يعني الدور الذي مارسته في فترة او التدخل الذي مارسته السعودية في فترة من الفترات كان قبل ان يتسلم الامير محمد بن سلمان ولاية العهد هذا الرئيس السوري يقال ذلك حرفيا كيف قرأت اليوم تأجيل اللقاء او القمة بين او حتى على مستوى وزراء الخارجية او حتى مساعدي وزراء الخارجية بين سوريا وتركيا يعني انا اولا بتصور انه هي لم تنضج بعد بالاصل يعني وبتعرف انه كان هناك اكثر من موعد للقاء الرباعي التركي الايراني السوري والروسي ايضا كان يفترض ان يجري في شباط في اوائل شباط بعد ذلك تم الحديث عنه في اوائل شباط والان ايضا انه يعني كمان انه عم ينحكي عن موعد مفتوح ما في موعد موعد محدد لكن انا بتصور حتى ان احنا لو قرأنا بدقة وبنوع من العقل البارد للموقف الذي اطلقه الرئيس الاسد من موسكو قال بانه بالسياسي ليس هناك داغينة حرفية وعلاقاتنا مع تركيا تندرج في هذا الاطار ولكن نحن بالوقت نفسي انه حتى نرتب العلاقات بين دمشق وبين طهران انه يفترض بالاتراك ان يضعوا جدولا زمنيا لانسحاب الخوات التركية من الاراضي السورية وحكاها بهدوء مش بموقف سياسي وبتسور انه هذا الموقف مش جديد يعني من القيادة السورية دائما كانت تطالب بانسحاب القوات التركية من شمال من شمال سوريا بس عندما يقول الرئيس الاسد بانه بالسياسي ليست هناك لو يوجد ضغاء فمعنى ذلك بانه ايضا انه مستعد للانفتاح على انقرة بس بدون شك كمان احنا ما ننسى انه الانتخابات الرئاسية التركية على الابواب يعني وبالتالي هو قال قال الرئيس سوريا بشار الاسد اذا كان اليوم اذا انسحاب القوات التركية اليوم تفيد الرئيس معنا مشكلة فليكن ذلك صحيح